بالمناسبة وده بقى على صعيد منفاصل اعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمتخب الوليمبي قائمة المتخب اللي حتستعد ان شاء الله لمعسكر نوفمبر بالمناسبة المعسكر ده حيمتد في الفترة من 13 الى 21 من الشهر الجاري طلب ميكالي مسؤولي اتحاد الكرة بسرعة انهاء الاتفاق على خوض مباريتين وديتين خلال فترة المعسكر معسكر نوفمبر المقبل في اطار الاستعدادات طبعا للمشاركة في اولمبياد باريس 2024 اللافت للانظار انه اشترط ان تكون هذه المواجهات الودية امام منتخبات اوروبية او منتخبات امريكا اللاتينية لتحقيق اقصى استفادة فنية ممكنة واكساب لعبي المنتخب الوليمبي المزيد من الخبرات بالاحتكاج بمدارس كروية متنوعة دي نقطة في منتهى الاهمية قرار صائب جدا اتمنى ان يتم تنفيذه بحث زفيره لان احنا بنرجع ونقول يا فرحتنا لما بنلعب ماتش ودي مع منتخب على قد الايد طبعا احنا كده عملنا استفادة ايه فاهم او وضع العزيز والبقى فرحانين احنا فزنا علينا انت واحد لا مش ده المحك انت عشان يتم صقر القدرات اللعيبة فعلا ويستفيدوا من الاحتكاج ده لازم يكون الاحتكاج مع منتخب قوي مع فريق قوي صحيح عشان الاستفادة تتحقق غير كده يبقى احنا بنضيع وقت ومنضيع فلوس ومنضيع مجهود ومنضيع حاجات كتيرة حي كويس القرار ده نتاخده بقى كويس اكتر لو تنفذ ان شاء الله انا بتفق معاك فترة الاعداد هي بتبقى فترة في غاية الاهمية بتقدر تبني عليها وتستعد طبعا لمرحلة بتكون اكيد مش سهلة لكن وثقين فيهم الى حد كبير وثقة المفروض تكون موجودة حتى لو احنا عندنا بعض التحفزات لكن فكرة تصدير الروح اللي هو لا احنا مش هنوصل لا احنا بس هنروح وبعد كده يعني مش هنتصدر او احنا يعني مش هنعمل حاجة او مش هنتوفق الكلام ده كله بنسمع على فكرة من دلوقتي يعني الكلام ده لو انت دخلت تبعت عملت بس هاشتاج اي حاجة انت عايز تعرف الاراق عليها هتلاقي اراء كتير جدا والاغلبية فيها لحد ما برضو مش مشجعة قوي يا كريم خلينا نتكلم بصراحة عدم الثقة ده راجع لازواب كتير شوف المنتخب منتخب الشباب منتخب المنتخب الاوليمبي ده نفس المنوال لكن اللهجة دي ربما هي موجودة يا كريم لان انت بقالك سنوات برضو طويلة ما قدمتش حاجة على الارض وانا في كده ما نقدرش نغلطهم قوي ما نقدرش بس بيني وبينك كتر النقد مش هوصلك لحاجة انا بشوف ان خلينا نجرب لان انا مش عايز اتكلم عن المنتخب بحد ديتون من الوليمبيا او منتخب مصر او غيره لكن اعتقد ان احنا لو اعطينا فرصة وابتدينا نصدر الثقة دي سهلا انت عندك برضو مديرين فنيين يعني للمنتخبات المختلفة جيدين الى حد كبير واعتقد لحد الولايات محققين المطلوب